اشتركوا في القناة حركة نشطة لقاءات وزيارات واتفاقيات أبرز عنوين اليوم الثاني من أعمال الجناح الوطني البحريني في معرض جايتكس هنا في دبي الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي يبحث مع المشاركين البحرينيين ومع الشركات العالمية كيفية المضي قدما في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين ورفع مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وأفق تدريب وتنمية مهارات البحرينيين في هذا القطاع الدكتور جناحي الذي كشف أن دعم تمكين لمؤسسات قطاع التقنية وصل لأربعة عشر بالمئة من الدعم الذي قدمته لمختلف المؤسسات البحرينية اطلع انكثب على احتياجات هذه المؤسسات وأفق نموها وتجويد منتجاتها وخدماتها هالسنة شاركنا بأشياء كل الجديدة لها علاقة بالمجرمنت والنفيقيشن وهالشغلات تكون بتطور على السوق حاليا طبعا نشارك في هالمجال ليش؟ أو في هالمعرض بالذات ليش؟ لأن معظم الشركات المحلية نلاقيها في هالمعرض زيادة كبيرة في عدد العارضين ومساحة الجناح الوطني البحريني في جايتكس هذا العام فاقت الثلاثين بالمئة مع تنوع كبير في الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات البحرينية مشاركة في تمكين سعادتنا في تقديم الشركة لشركات العالمية من المحلية نطلع للعالمية تمكين خلقت لنا فرصة زيد أن نكون بها المعرض الكبير جايتكس أكبر معرض موجود على مستوى الشرق الأوسط وهم يستوي على مستوى العالم هذا الحضور البحريني المتميز في جايتكس يوفر منصة مواتية من أجل إجراء نقاش معمق حول كيفية العمل المشترك من أجل تعزيز النهوض بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين هذه الحمد لله ثاني سنشارك في جايتكس العام كانت أول مشاركة والحمد لله قدرنا نتعرف على وائد ناس وخصوصا نحن كمؤسسة نستهدف الشرق الأوسط حاليا بس بالعكس يعني مشاركتنا فتحت لنا آفاق عالمية المشاركون في الجناح الوطني البحريني في جايتكس سيكونون هذا العام ولأول مرة على موعد معلان نتائج جائزة البحرين للتقنية التي تقام بمبادرة من تمكين وجمعية البحرين لشركات التقنية وتهدف لتشجيع التمييز والابتكار والتطوير على المنتجات البحرينية في هذا المجال ومواكبة التطورات التقنية فيما يعزز من التنافسية العالمية للمؤسسات التقنية البحرينية